نقطة أخرى بإيلو قال انت أداة واسعة لدي مبياعة كيف رح تدافع سلم المصري عنا اليوم خلينا نحضر هالفيديو تكبيس تكبيس يلا روحي يلا يلا تكبيس وتشير كم ترغبين على المشهد الله يلا تكبيس تكبيس وتشير يلا يلا حسن شو 200 ألف دولار قاعدة في تيك توك أنا ما أنا قاعدة في تيك توك أنا مصل لأسبوع فاتحة عم بتسلى مع فان ذاتي شو فان ذاتي حبيبتي انت يا إبا هاي من درم السنين فاتحين بث من الصور يا حراع هاي اللي في الكومنت فتران اتكلم عن واحدة في الكومنت عندي هلا هلا انت أداة واسعة تعرضت لها بنت أختك النجمة دي مبياعة وأيضا النجمة هدى الشعراوي بسبب ظهورهم اللي شفني هلا ببث مباشر على تيك توك شو ردك؟ أنا كله تيك توك ماني مقتنع يعني في يعني هلا ممكن واحد أنا بدالة ما بخوض يعني ما بعمل ما بعرف لايف وما بتعرف مين بيدخل على لايف أو مين بيكون أو ليه لاحط حالي بهيك يعني بهيك ظرف أو بهيك شي أنا والله ما بحبز يعني بمس بنجوميته للفنان اي يعني حول الفناني يضل الناس تشتقلوا الناس تتابعوا تحب تشوفوا بالدراما تحب تشوفوا يعني أنا ما كتير يمكن أنا على السوشيال ميديا يمكن ما عندي أبدا شي لايف أو يعني اطلاعوا ما بحب أي شي بحياتنا القاصة أنه يكون بس بتحس أنه تيك توك بيقلل من قيمة الفناني ما يعني بصراحة هو صار دخل لك أغلب الناس يعني تركوا كل شي في منهم تركوا أعمالهم وشغلهم وقعدوا على تيك توك بيعدوا على الشيء بس ليه ممثلين بدون يلجأوا لتيك توك ما عندهم داخل كيف ممكن ممكن مع النوديمة عم تشتغل الدراما بتشتغل ايه بس إيه حابة كانت تتسلم تتسلم ستسلم المصري مكافيين بكتاب الشهرة الخاص فيك ووصلنا لفقرة الخيار إليك ولكن من بعد هالفاصل الإعلاني مكافيين مكافيين معكم مشاهدين كتاب الشهرة الخاص بن نجمي سلام المصري أهلا وسهلا فيك مرة جديدة هالفقرة اسم الخيار إليك رح أطرح عليكي مجموعة أسئلة كل سؤال بيريفق ثلاث خيارات فقط بدك تختاري جواب واحد أدها التحدي منشوف منشوف أول سؤال المسلسلة اللي بتندمي على المشاركة كيف الخيارات هني الحب كله الرابوس بكرة بيجي نيسان ولا ولا واحد ولا واحد لا بدنا نختار الأقل نجاحا بينتهم أيها كان الرابوس الرابوس ليه لأنه كان متعب شخصية يعني وما تسوأ بشكل صحيح وما تسوأ سؤال التالي المسلسل الأقرب لقلبك الطير أبناء القهر ما وراء الوجوه طير طير وأبناء القهر ليه الطير كان عم يعالج موضوع الأطفال اللي بيوقفوا بالشوارع إما بيمسحوا السيارات وبتحاول هي أن تتبناهن وتطلعوا من هذا الجو فهذا لقى متابعة من الناس يعني أنا مرة كنت ببيروت وماشي بالحمرة ما بتصدق شي خمس ست ولادي اللي لحقوني وهن يقلولي عمتي عمتي خدينا لعندي هل أدلق أنت شارك خيل لا أكيد منا بدك تشيلها هي أنا بدي يعني بالعكس إنه نحن منحلم فيها يعني هي أيقونتنا بس المنافسة ممكن تكون أنا وصباح أنت وصباح وفادي الخطاب وفادي يعني إحنا كنا يعني ثلاثة أربعة هيك اللي كنا بالبدايات بس أنت كنت نجمة سوريا الأولى صح بهذاك العصر بالفترات وكان فيه سمر سامي كان فيه يعني فيه السؤال التالي الفناني اللي بتطالبي بعودتها إلى سوريا الخيارات هني أصالة يارا صبري أم كنت أعلوش لثلاثة لثلاثة بس مين الأقرب لقلبك لثلاثة هلا اللي أقرب للي بي يارا يارا بتقيليلة رجعي إلى سوريا ياريت بتواصلي مع اليوم أم لا في تواصل لا بتواصل مع عزيتيا بوفرة الوالدة طبعا ممثل سوري تنصحي أنه ياخد استراحة من الدراما المشتركة عابد فهد باس الخياط أمام حمد الأحمد باس الخياط باس الخياط ليه؟ لأنه أقول محمد الأحمد محمد اشتغل بره يعني دراما محمد باسل اشتغل أكتر بره باسل خطفته لدراما المشتركة أكتر؟ أنا بتمنى أنه باسل يرجع يشتغل الدراما وعابد فهد مخطفته وتصور هو عنده كمان الرغبة وعابد فهد مخطفته لدراما المشتركة؟ حلوة لدراما المشتركة من طول عملنا نحنا صح بس حلو التوازن كمان ايه إنه مخطفته 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 مخطفته